استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبدلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين كما أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية التعامل مع ظاهرة ضفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار كما أعرب جراندي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة مشيرا في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو من الجنسيات المختلفة وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العاون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري وأشار متحدث الرئاسة إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف كما تناول لقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الرهنة حيث ثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبدلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان